مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه الحديث مستمر عن شهر رمضان لأنه في حيات الأمر من أفضل وأعظم شهور السنة اللي بيتقرب فيها المسلمين جميعا إلى المولى عز وجل بأعمال الخير بالبر والتقوى وقراءة القرآن وأيضا الأعمال الصالحة يا جمال صحيح طبعا يا عبد السمد وزي ما احنا يعرفين نهاردة 11 رمضان ده بداية أيام المغفرة لأنه الشهر الكريم أوله رحمة أوسطه مغفرة وأخيره عطق من النار خلينا نرف تفاصيل أكتر عن فضل العشر أيام الوسطى في شهر رمضان من رحب في فقرتنا النهاردة بالشيخ السيد عرفة الوعد بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية صباح الخير يا حضرتك بن ورنف صباح الخير يا مصر كل سنة وحضرتك دايب صباح النور يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك وبالسهد المستمعين والمشاهدين وكل يوم ونحن إلى الله أقرب وربنا يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين اللهم آمين يا رب اللهم آمين يعني يا شيخ سيد احنا بنتحدث عن انقضى عشر أيام يعني في مقولة وإن كان هو حديث ضعيف إلى حد ما لكن هو العشر أيام اللي أولها رحمة ونتحدث عن عشر أيام جديدة من الشهر الجريم إيه فضائل هذه الأيام العشر بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدالي عليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها يا ربنا البركة والفرج والتيسير وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظات وفي المنام وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله هدات الإسلام وأصحابه الأعلام وسلم تسيما كثيرا وبعد يعني وإحنا خلاص شهر رمضان ماشي بنا بسرعة زي ما احنا بنقول كده والأيام بتجري لأنها أيام بركة زي ما أخبر عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك المقولة أو الحديث ذكرته الأستاذة جمانا شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار ده بالفعل حديث موجود عند الإمام البيهقي في الشعب ده بالفعل حديث موجود عند ابن شهين في فضاء شهر رمضان ولكن هذا الحديث بإجماع أهل العلم أن هناك فيه ضعف يعني من حيث سند الحديث والمتن فيه ضعف ليه لأننا عندنا رمضان كله رحمة كله مغترة كله عدق من النيران سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده هو أن إذا جاء رمضان أمة سيدنا النبي أعطيت في رمضان خمس خصال الحديث في صاحب مسلم سيدنا النبي يقول أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فم الصائم من الامتناع عن الطعام والشراب ممكن رائحة تكون مستكرهة عند بعض الناس وإنما عند ربنا سبحانه وتعالى أفضلوا عند الله من ريح المسك دي أول حاجة تاني حاجة تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا يعني الحد ما نفطر الملائكة بتدعي لنا معنى الاستغفار بمعنى الدعاء زي ما ربنا بصلي علينا الصل على علينا بمعنى الدعاء والرحمة والمغفرة الأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تالت حاجة يزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم المأونة والأذى ويصيروا إليك يعني بمعنى اللي ربنا يختم له بالصيام هيدخل الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله فاختي ما له به يعني ده كان آخر عمل له في الدنيا دخل الجنة لذلك حتى في الجنة كده هو في باب مخصوص للصائمين ده بتاعه اسمه باب الريان زي ما أخبرنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تمن أبواب منهم باب مخصوص للصائمين فعشان نعرف قيمة الصيام عند ربنا سبحانه وتعالى رب حاجة تصفت فيه مرادة الشياطين الشياطين مش موجودين في شهر رمضان يب احنا بنتعلم ان رمضان كله مغفرة طبعا عندي في كل ليلة من ليلة رمضان سيدنا النبي يقول ان لله في كل ليلة شوفوا النهاردة احنا خلاص حضاشر يعني بالليل هتوب بللتة اتناشر ان لله في كل ليلة من ليلة رمضان لستمائة الف عتيق من النيران يا سلام مش في اخر عشرة بس ده في كل ليلة عشان واحنا بنفطر كده هو انا ليه دعوة مستجابة منساش اقول يا رب بعتك رقبتي ورقبت ابائي وامهاتي واخواني وزوجتي واولادي انه هرضا من النيران دي دعوة لازم احنا نحس بيها ولازم المسلم يعرف انا امتى هكون من عتقاء الله من النيران في اول ليلة ولا هيعد علي رمضان وانا ما عملتش اي حاجة لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اخر وهو صعد المنبر صلى الله عليه وسلم يقول خابة وخسر فقال له مين يا سيدنا النبي قال من ادراك رمضان ولم يخرج من رمضان مغفورا له يعني ده خايب كتير ليه لان رمضان شهر لابد ان نغتنمه لان شهر ما بتكررش ربنا سبحانه وتعالى ضاعف في الثواب كذلك ضاعف في السيئة يعني اللي هيعمل الثواب في رمضان اللي بأدي فريضة في رمضان زي ما قال سيدنا النبي كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه يا سلام يعني الحسنة مضاعفة او ربنا بقول والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه فاحنا بنتكلم في رمضان بنقول ان احنا عاوزين نستثمر هذه الاوقات استثمرها بايه نستثمرها بتنوع العبادات بعض الناس في رمضان خلاص هو العبادة عندي صلاة وصوم وقراءة قرآن وخلاص لا رمضان في حاجات برضو لازم نغير لان الحاجات دي بتعمل عندي ملل في العبادة وده كان سؤالي التالي لحضرتك اتفضل احنا يمكن من الوصايا اللي حنا ندخلين بيها رمضان رمضان كمان تحديدا بنحاول ان احنا اهمتنا كمان وحمسنا يعني الحقيقة بيزيد دايما فيمكن الشخص اللي ممكن يكون شوية مش قادر انه يواضب على الصلاة بيفوت مثلا غير ما يقصد بيحاول انه يلتزم على الصلاة وفي الصلاة على قد ما يقدر اللي ما بيقدرش انه كل يوم يقرأ قرآن بيحاول طول ما هو قاعد انه هو يقرأ قرآن ويمكن بقى يعني عداد كتير جدا او حتى فرائد كتير جدا بيحاول المسلم انه هو يعملها في رمضان تحديدا ولكن في حاجات بقى كتير بتطلع من نبقاش عارفين هي صحة او غلط هي فعلا رسولنا الكريم موصى بيها ولا موصاش ما من بقاش عارفين فعايزين نعرف من حضرتك احب الاعمال الى الله في رمضان طيب سؤال جميل جدا وربنا يبارك فيكم بالفعل ناس كتير بتكون دخلة رمضان عندها همة عالية قوي يعني يقول انا هختم القرآن كل عشر تيام مساء يعني بمعدل كل يوم هقرأ ثلاث اجزاء طيب الهمة دي ممكن في يوم عشرة او يوم حداشرة اللي احنا فيه خلاص ما انش قادر ليه؟ لانه ما اشتغلش على نفسه قبل كده في ده زيه بالضبط زي العيب الكرة ما ينفعش ينزل الملعب بدون عمليات اجراء عمليات احماء طيب لو نزل يحصل عنده كرامب خلاص شد عضلية فهيخرج كذلك الانسان في العبادة لذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا وانا داخل على العبادة جديد اكلفوا من العمل ما تطيقون يا سلام على الحديث الجميل يعني ايه؟ يعني انا ما بصليش واحد ما بصليش فعاوز يلتزم طيب هلتزم بايه؟ هيجيب مثلا هيقول لي وهيروح لوحد شيخ يسأله يقول له بص انت هتصلي مع كل ظهر ظهر من القديم اللي عليك بيحصل هو اساسا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم هقول له بس تلتزم بالفراء يعني انت ما ترهقوش الله يفتع على حضرتك ليه؟ لانه لسه مبتدئ طب لو انا ألزمت وقلت له لا ده انت هتصلي الظهر طب اسمع ده في سنة قبل وفي سنة بعد طب انا مصليش اساسا اللي هو هيلتزم يوم واثنين وخلاص هيحصل عنده ملل فانا اقول له لا اكلفوا من العمل ما تطيقون سبحان الله فيجي يقول لنا هاعمل ألف مرة سبحان الله هقول له لا ابتد بعشرة لا لا شوية العشرة دول ما ياخدوش معايا دقيقة هقول له بس ابتد بعشرة وواظب عليهم أسبوع اتنين وخليهم عشرين وبعد كده خليهم مية وبعد كده خليهم ألف ليه؟ لان حضرتك هيكون تعودت على العبادة كذلك سيدنا النبي علمنا ان العبادة لا تأتي عن حب سيدنا النبي دخل المسجد في يوم من الأيام ووجد كده حبل ممدود بين ساريتين من سرايا المسجد يعني حبل مربوط بين عمودين من أعمدة المسجد فقال لمن هذا الحبل الحبل ده عملينه ليه في الجامع قالوا للسيدة زينب أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها طب بتعمل بايه؟ قالوا ده ربطا عشان تصلي أول ما تتعب تحس بكسل شوية تروح متعلقة بالحبل شوف هي بتعمل كده محبة ولا عشان لا ده بتعمل كده عشان عاوزة تقف من ايد الربنا حب الوقوف فسيدنا النبي يقول حلوه فكوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر يعني تعب يعد وليجلس وليذكر الله سبحانه وتعالى يب العبادة لا تأتي إلا عن حب فبنقول لكل الناس لا أكلف من العمل ما تطير يعني ابتدي والدين الإسلامي هو دين يسر أكيد طبعا أكيد ربنا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج حتى في شهر رمضان هو ركن من أركان الدين ربنا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه اللي مش قادر يصوم فدية طعامه مسكين يب ربنا سبحانه وتعالى بعلمنا حتى في الفرائض بتاعته بعلمنا الإحسان بعلمنا الإكرام بعلمنا الرحمة لأن احنا أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم طيب شخصية عاوزة أسأل حضرتك يمكن حضرتك من الخمس يعني أشياء اللي تحدثت عنها فكرة إن الشياطين بتسلسل في شهر رمضان لكن أحيانا بنشوف يعني بعض الأعمال اللي يقول لك إذا شطانه هل شطان الإنس لا يسلسل في شهر رمضان طيب أحسن بالفعل الناس كتير ما بتسمع كلام حضرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن في رمضان وصفدت الشياطين معنى صفدت لها تفسير كتيرة يعني ومنها إن أكابر الشياطين هم المسلسلين طب ما هو واحد يقول لي ما هو فيه في رمضان سرق أو فيه في رمضان غش وفيه في رمضان كذب وفيه في رمضان ناس بتخانق وفيه في رمضان ناس بتخاصم بعض وفيه في رمضان بتقطع صلة الأرحام طب ما أنت يا عم الشيخ إزاي قالوا تصفد فيه مرض الشياطين يعني الشياطين الكبيرة أحدى وإنما الشيطين الصغيرة موجودة وكذلك شيطان النفس والهوى موجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم أن كل إنسان مع الشيطان ربنا الكده ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه سيدنا الإمام البخاري بيروح حديث جميل كان سيدنا النبي بيقف يصلي طول الليل حتى تتفطر قدمات تورم فستنا عائشة تقول له هون عليك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لأن قيام الليل في حق سيدنا النبي فرض إنما في حق أنا سنة عملتها باخد سواب ما عملتها عادي ربنا قال له يا أيها المزم القوم الليلة يبقى القيام هنا في حق النبي فرض طيب سيدنا النبي بيقف يصلي ففي يوم من الأيام ستنا عائشة وجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارتدع عباءته وفتح الباب وخرج فقالت بعقلها ده الطبيعي وخارج لوحدة تانية طالما وقت ما في الصلاة فتقول فارتديت عباءتي وخرجت خلف رسول الله فوجدت رسول الله قد ذهب إلى بقع الغرقد يعني المقابر فسلم عليهم ودعا لهم معقول سيدنا النبي رايح يدعي للأموات في منتصف الليل ربنا يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين اللهم آمين فسلم عليهم ودعا لهم ستنا تقول ثم مهمة قافلة هيرجع فهي تقول طب لو رجع النبي وملأنيش في البيت هتحصل مشكلة تقول فأسرعته أمام رسول الله يعني زي ما احنا بنقول خدت طريق مختصر كده وجريت قدامه فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طبعا نمت في الفراش بتاعها وتتغطت ببرداتها البطنية بتاعتها بداخل سيدنا النبي فوجدها تنهج شاهقه زفير طبعا لا البطنية عملها طرعا نزلة فقال مالك يا أم المؤمنين أمريضة أنت في إيمالك فهي عملت ضدور الكلام في دماغها طب أقول ولا ما قولش طب لو ما قلتش هينزل سيدنا جبريل ويقوله دي كانت بتجري وراك دلوقتي وبتشوفك راحة فين فحضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك يا أم المؤمنين أمريضة أنت فهي خيفة تكذب فقالت أصدق رسول الله يعني خلاص هقولي الصراحة بقى واللي يجرى فقالت يا رسول الله رأيتك خرجت فتتبعتك يعني أنا شفتك نشيت كده فمشيت وراك فسيدنا النبي بص لها ويدحك ويقول لها أأنت السواد الذي كان يجري أمامي يعني أنا شايف حاجة سودة بتجري قدامي في الظلمة كده فسيدنا النبي يقول لها يا عائش أو غيرتي بدلعها النبي هو بدلع زوجته باسماه يا عائش أو غيرتي فهي ترد عليه تقوله بأدب كبير أوي قالت ومال مثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شف الرد بأدب فالمأخوذ بقى سيدنا النبي يقول لها أوجاءك شيطانك قالت أو معي شيطان يا رسول الله قال نعم قالت أو معك شيطان يا رسول الله قال نعم ولكن الله أعنني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير يب كل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يب كل واحد هو اللي بحرك نفسه في نهار رمضان وفي حياته كلها عشان بس ما نعلقش على شماعة نصيب وقضر وربنا سبحانه وتعالى أصلاحنا ما نعلقش الحاجات دي غير ما بيحصل عندي مشكلة لما بيحصل عندي مشكلة في حياتي وقع أقول أصلا ربنا اللي عايز كده طول ما أنا ما شاء الله ناجح وطالع لي فوق تمام أنا كده برفكت خلاص لا لا كل واحد بما كسب رهين باللي أنت بتعمله فأنت في رمضان أنت قادر تروح تصل للأرحم أنت قادر تروح اللي مخصمك تروح تقول له سلام عليكم زي ما قال سين النبي وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وأنت في رمضان قادر أن أنت تقرأ القرآن وآدر أن أنت تتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى وأنت في رمضان قادر أن أنت تستغفر وأنて في رمضان قادر أن أنت تطعم كل يوم مسكين حتى ولو على القليل أنا ممكن أصوم رمضان ستين يوم الله ستين رمضان تلاتين طب تسعين طب مئة وعشرين ممكن من أفطر صائما فله أجر الصائم دون أن ينقص من أجره شيء فالصحابة حتى قالوا له ما عندنا شي سيدنا النبي قال ولو على شقة أمرة أو شربة ماء يا سلام للدرجات دي أيوة لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من يحقرش أي معروف حتى ولو ألي لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق في الوقت أنت بتسلم على أخوك ممكن يشوفك مكشر مالك راس الدنيا والله لا 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 تعبان في حياتي مراتي مطلع عيني والولاد والمصاريف لا لا مش كده تفائل لذلك النبي يقول تفائلوا بالخير تجدوه لذلك سيدنا النبي كان لا يرى إلا مبتسمة ودي سنة مهجورة أساسا كان لا يرى إلا مبتسمة وكأنه القمر صلى الله عليه وسلم الناس بتصلي دلوقتي يقول لها مكشرة يقول لك الصيد أخو شو قال أبو الصيام يمكشرين برضا لشيش أنا صايم متعصف عشي أنا صايم يعني بالعكس طبعا زي ما حضرتك قلت العبادة بتدينا روح طاقة إيجابية لله سبحانه وتعالى العبادة نتعلم منها من مدرسة الصيام بالتحديد فإذا كان يوم وصومي أحدكم فلا يرفث يعني ما فيش جماع ولا يفسق يعني ما يتكلمش بأي أسلوب خارج مدرسة الصيام طب واحد قال لي كلمة مش عجباني أقول له إني صائم هي دي المدرسة بقى اللي عاوز يربي نفسه لذلك علماء النفس بقوله اللي يلزم نفسه بعادة خلال تلاتين يوم يقدر أنه يغيره يعني اللي بيشرب تدخين عفا الله كله مبتلة اللي بيدخن أقول له أنت تقدر تمنع نفسك ليه لأنك قدرت تمنع نفسك 16 ساعة فتقدر تمنع نفسك بعد كده لذلك بعض الناس اللهم لك صمت على السجرة أفطرت لا مش كده مش كده فيه يسر أنت قدرت تمنع نفسك عن الحاجة دي يبق إذن أنت قادر على أن تغير من نفسك ومن ذاتك ممكن ده كانت سؤالي اللي تايل حضرتك وسريعا جدا العبرة من الصيام طبعا إحنا عارفين أنه ركنا برأركان الإسلام وربنا بيأمر بالصيام فبنصوم حتى لو مش مستوعبين الحكمة كلها أو بكل أبعدها بس إحنا بالنسبة لنا بنقول دايما الصيام نحن بنصوم عشان نحس بالفقير هل دي حكمة الصيام فقط متوقفها هنا ولا أبعد من كده لا أبعد من كده شوية الحكمة ربنا ذكرها في القرآن يا أيها الذين أمنوا كتبا بمعنى فرض عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لعلكم تصلون بدرجة الصيام إلى درجة التقوى لأن الدين عندنا درجات مش كل الناس زي بعض كل الناس مسلمين قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالتقوى دي درجة عالية طب التقوى إيه هي إننا نجعل بيني وبين عذب ربنا وقايا إننا أخف ربنا أراقب ربنا لذلك دي منزلة هتوصلني لمنزلة الإحسان الإحسان لما تسأل سيدنا النبي مواما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وده موجودة في رمضان المرأة طول النهار في المطبخ بتاعها لما بتحضر الأكل ما بترضاش تأكل من الأكل وكمان لما بنجي قبل رمضان بنحط الأكل على الصفرة ونتجمع كلنا وكل منتظر يسمع أذان المغرب طب ما هو الأكل موجودة هو ولكن وصلين لدرجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه بكون قاعد لوحدي والأكل قدامي مش هاكل ليه أنا أممسك النهاردة لذلك دي عند ربنا حاجة كبيرة في الحديث سيدنا النبي يقوله أتاكم رمضان شهر بركة شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمات اللي جاء بقى ويباهي بكم ملائكة السماوات معقول بباهي بي أنا العبد الفقير المقصر بباهي بي أنا الملائكة بباهي بي أنا سيدنا جبريل أنا مين ده الملائكة ربنا وصفهم بل عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة آه بباهي بي أنا الملائكة يعني هو زي ما حالك قلت هو شهر رحمات شهر غفران شهر تقوى ولابد أن نستغل هذه الأيام المباركة تحديداً للفوز بيعني رحمة ربنا بينا والفوز أيضاً يعني بكل الفضائل المباركة اللي موجودة في هذا الشهر تحديداً وعشان كده لازم نحن نشتغل ونشتغل على نفسنا كويس قوي في هذا الشهر عشان نقدر نفوز بهذه الفضل بنشكرك الشيخ سيد عرفة الواعز أو عضو مركز الأزهر العالمي شكراً لوجودك معنا في صباح الخير شكراً لحضرتكم معافي شكراً كيف أنه بيضع شكراً